يقول بأن أفضل ما يمكن لأي مسار دستوري في جنيف أن يفضي إليه هو إعادة تأهيل الأمر الواقع القائم. هل الأمر كذلك؟ وكيف بإمكان موسكو والأطراف الإقليمية والدولية الدفع نحو تغيير هذه الرؤية؟ أنا أعتقد بأن لدى روسيا الآن عموماً ليس فقط إجابة عن هذا السؤال. وإنما عموماً هدف واحد الآن هو المضي قدماً في عمل اللجنة الدستورية من خلال بزل كلما بأسعي روسيا أن تبذلهم من جهود لإقناع النظام. وربما من خلال الاتصالات مع أطراف مختلفة بما فيها المعارضة للاستمرار في عمل اللجنة. لأن تشكيل اللجنة هو بمصابة سمار جهود روسيا التي تمكنت منذ ثلاث سنوات ونصف من إقناع كل الأطراف السورية ومعظمها بدرورة الاجتماع في مؤتمر الحوار الوطني. لا يمكن أن تذهب جهود روسيا أدراج الرياح. ومن هنا روسيا تنطلق ربما من هذه النقطة لبزل المزيد من الجهود في تعاملها سواء مع النظام أو المعارضة لكي تبقى اللجنة الدستورية عاملة والأهم من ذلك أن تحقق نتائج جمال موسى واقعية تؤدي إلى المتغيرات الحاسمة التي طال انتظاره بالنسبة للشعب السوري. ترجمة نانسي قنقر